نيجي بقى للتصعيد الاثيوبي والتصعيد الاثيوبي احنا متعودين عليه بالامس كان فيه تصعيد اكبر باعلان الملء التاني للسد وبيقول لك انا قدام امر واقع انا بحطك اهو قدام امر واقع مصر والسودان رفضتها بشكل واضح هذا التصعيد ومصر قدمت هذا البيان الاثيوبي او الاختار الاثيوبي الى مجلس الامن وقالوا ان احنا رفضين وهذا دليل على العانة الاثيوبي طيب هذا التصعيد بصراحة لا يمكن قراءته او فهمه الا باعتباره التعمد من رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد لاستغلال ملف السد وعملية الملء في التخطية على اخفاقات متتالية زي ما قالت الدكتورة اماني هذه ليست المرة الاولة اول مرة للوحدة القومية والوحدة العرقية وبيستخدم في الانتخابات ما هو بقى عايز يستخدم راياه في الانتخابات فهو بيستخدمها في الانتخابات الكيفوز بيستخدمها في الوحدة العرقية لكن ايضا الان لديه فشل داخلي في احتواء ممارسات عرقية مع التجري ومواجهة انتهاكات حول انسان قوات ابي احمد فشلت بعد شهور طويلة فشلت الاسبوع الماضي في استمرار حربها ضد اقليم التجري واضطرت للهروب بعد 8 شهر من القتل والتنكير 250 الف من الاهل التجري مهجرين ومئات الالوف نازحين ومجاعة وقتلة وجرحة ولكن منذ ايام سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير التجري على عاصمة الاقليم ابي احمد بيحاول تبرير الهزيمة بانه وقف لاطلاق النار من جانب اخر لدواعي انسانية ولكن قوات الاقليم اعلنت النصر واستعرضت النصر في شارع الاقليم واستعرضت ما قالت انه الاف من اسرى قوات ابي احمد الرسمية ورفضت القوات وقف قليم التجري ورفض وقف اطلاق النار وربطوا بعدد من الشروط مش هندخل في هذه التفاصيل ولكن هذه الحرب على مدار 8 شهر اودت زي ما قلتلكم بحياة الاف القتلة مئات الالاف من اللاجئين ربع مليون من اللاجئين امم المتحدة قالت ربعمية الف يعني الدكتور اماني بتقول ماتين وخمسين احنا امم المتحدة قالت ربعمية الف وقعوا في مجاعة بينما مليون ونص شخص اخرين او مليون وتمنمية الف على حافة المجاعة اذا يعني ببساطة بالاضافة لاتهمات دولية واممية كان في جلسة اخيرة لمجلس الامن بقيادة الولايات المتحدة تتهم قوات اثيوبيا بارتكاب جرائم حرب في اقليم التجري وقتل واقتصاب جماعي لمواطني التجري والامم المتحدة طلبت من اثيوبيا السماح لموظفيها بدخول الاقليم والتحقق من هذه المزاعم ومن مزاعم ارتكاب جرائم الحرب يعني اذا هذا النظام المأزوم داخليا المحاصر باتهامات جرائم الحرب يكرر الجريمة مرة اخرى اولا يستخدم سد النهضة يستخدم سد النهضة كالتغطية على فشله لجمع وسلاح لجمع او لوحدة الوضع العرقي والعرقيات في هذا التوقيت ويغطي على فشله لكنه في نفس الوقت يرتكب جرائم اخرى بتصرفاته حدية في ملف السد هنا مهم جدا انه نتكلم على مئة وخمسين مليون مواطن يعيشون بين مصر والسودان ايضا هناك ازمات ممكن انه هما يتعرضوا لها بسبب عدم التوصل الاتفاق واضح وملزم حول السد والحقيقة انه هو ده ما نسميه بالدبل ستاندردز او ازدواج المعايير في المجتمع الدولي ازدواج المعايير بينما وزي ما قال السفير ماجد عبد الفتاح بينما الامم المتحدة تعقد جلسة والسفير الاثيوبي ما عندوش مشاكل يعني وما قدمش شكوى ولا اي حاجة ضد الوقت المتحدة تعقد جلسة فيما تعلق باقليم التجراء لكن وطبعا جلسة محقة ولكن على الجانب الاخر من حقنا ان احنا نطلب جلسة لان ما يحدث فيه سد النهضة يهدد الامن والسلم الدوليين يهدد حياة 150 مليون مواطن انا بكلمش بقى هنا على 400 الف وكذا رغم انهم لهم احقية ولكن بتكلم على 150 مليون مواطن بين مصر والسودان كيف يمكن للمجتمع الدولي ان يغض الطرف عن ممارسات معادية لكل القيم لكل منظومة العمل الامي لكل قانون الدولي الجماعة الدولية لا يمكن ان تترك دولة مارقة تمارس كل هذا الصلف كل هذا التعنت في مواجهة مصير وحياة 150 مليون مواطن ما بين مصر والسودان هذا لا يمكن تدبريره ولا يمكن استمح به على الاطلاق